أيضاً أنا مثلما أتعرض إلى القضايا التي فيها نقد وفيها سلب أنا أيضاً أتابع القضايا التي تكون فيها إشراقات وفيها نموذج وفيها جهد واضح وفيها تعامل إنساني وفيها أخلاق إلى المسؤول لنقدمه نموذج وهذا الذي أنا أقول به الذي حصل في مديرية جوازات الكاظمية الأخي العميد فاضل الزيدي مدير هذه الجوازات لديه تجربة رائدة والله أنا هذا الرجل لا أعرفه ولا أشايفه ولا عندي علاقة بي لكن من ضمن متابعاتي واهتماماتي هذه الصورة التي أمامكم حينما تأتي أمرأة أو أم لشهيد ما عدتها أحد يراجع وتجيب صورة ابنها وترفحها ويشوفها العميد بالكاميرات ويطلع عليها يقولها أنا يا ابنك أنا أمشي لك معاملتي وفي الصور الأخرى يضع صورة الشهيد على ميزه لأنه هو هذا الذي يستحق لأنه عميد فاضل ظل ووزير الداخلية ظل ونجم الربيع ظل والسودان ظل وفلان ظل بتضحيات هؤلاء فهذا العرفان وهذا الجميل وهذا الإسلوب هذا إسلوب متقدم هذا إسلوب هذه طريقة المعاملة وبعدين شوفوا إذا عمر ينطين الصور مفروض سجاد أحمر بالبناية بالبناية وهم يستقبلون المواطن حلو هو أكو حديقة هو أكو لعب أطفال هذا النموذج اللي يريده إحنا بدوائر الدولة هذا الشكل من المسؤولية هو الشكل للإنسان أو للمسؤول الذي يعرف كيف يدير وأنا متأكد أنه إذني يصيرا بفتافيتي الفلوس تعالي عمر يصيرا بفتافيتي الفلوس لكن المواطن قد يشعر بارتياح لما يلقي المسؤول بغض النظر على الرتبته بدرجة عميد يوقف يتابع يطبل هذه الغرفة يوقف على هذه الحاسبة يشوف هذا الرجال مريض يشوف ذاك على العربانة هذا مكسر هذا ما عنده ويقوم بواجباته سيد معالي وزير الداخلية أتمنى أن تجور هذا المكان وأن تلتقي بالسيد العميد وإذا كانت مثل ما نقول ومثل ما نشاهد بالصور أن تعمم هذه التجربة كشكل على الأرض وكسلوك إلى بقية دوائر الدولة وبذلك ننتقل انتقال مهمة أنا هنا لست داعية لأحد أنا أتعرض للسلب وأتعرض للإيجاب وعندما تكون هناك صور مشرقة رائعة أنا أتبنىها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر